نبدأ مع حضراتكم أخبارنا بأخبار النادي الأهلي النهاردة اختتم كان يوم الأخير طبعا للتدريبات في جنوب أفريقيا استعدادنا لموجهة القطن بإذن الله كمان 48 ساعة في الكاميرون وتحديدا في جروة وبعد التمرين الصباحية كانت محددة طبعا بداية من المسر كولر ثم تمرين في جزء بدني وجزء تكتيكي والحمد لله في تمرينة النهاردة تقدر تقول أننا نطمن على معظم اللعبين بما فيهم اللي غابوا يعني المشاركة في الفترة الأخيرة زي حسين الشحات عبد المنعم كمان كان يمكن اشتكى من بعض الألام في العضلة الضامة النهاردة شارك في التدريبات بشكل كامل فيعني تقدر تطمن على معظم عناصر الفريق وإن شاء الله الكل يكون جاهز لمبارات المهمة والمصيرية والحسيمة نكناش نتوقع ده الحقيقة لكن يعني في النهاية قدامنا أمل كبير جدا بالفوز في المباراتين المتبقيتين وننتظر نتيجة مبارات السبت اللي هتجمع بين سانداونز والهلال السودان خليني أقول لحضراتكم أنه يمكن الحقيقة الكاميرون فيها نفس القصة اللي كانت أو اللي كان بيواجهها فريقنا في جنوب أفريقيا فكرة نقص الأكسوجين ودي يمكن موجودة في كتير من دول القرى وأعتقد أنه لعبة الأهل الحقيقة اللي بيجوب القرى شمالا وجنوبا شرقا وغربا بقى عندهم فكرة عن طبيعة الجو وطبيعة الملاعب والجهاز الطبي كمان يمكن حريص على التعامل مع مشكلة دي ببرنامج معين يعني هما بيشتغلوا على بعض أنواع الأغذية والمحليل الملحية الهدفها في النهاية أنها تساعد الجسم على أنه يعني يمتص الأكسوجين بسرعة وبالتالي إن شاء الله ما تكونش عقبة قدام الفريق وخصوصا أن المباراة إلى حد كبير هتتلعب في توقيت مناسب يعني مش هنلعب زي ما لعبنا قدام الهلال ولا قدام سانداونز الساعة 3 بتبقى الحرارة شديدة جدا وده بيصعب شوية من احتفاظ الجسم بالسويل هنلعب المرة دي الساعة 6 وده أعتقد هيبقى توقيت أفضل بكتير جدا من الساعة 3 3 ظهرا لو كنت سافرت أفريقيا قبل كده تعرف أنه يعني حاجة كده حاجة صعبة جدا أنك أنت تمشي في الشارع مش تلعب مطش كورة على مستوى دوري الأبطال لمدة 90 دقيقة فنتمنى إن شاء الله بإذن الله نكون في المعاد جاهزين وبإذن الله إن شاء الله نتطمن على فرقتنا على مدار الساعات اللي جاية قبل المواجهة إن شاء الله المحدد ليها يوم الجمعة القادم